ترأس قدس الأب سامر مدانات بمعاونة الأب على إبعير الكاهن المساعد في رعية التي نجبيها القداس الإلهي الذي حمل عنوان الفرح الفصحي بقيامة الرب وبهذه المناسبة المباركة رفع الأب سامر الصلاة من أجل وحدة المسيحيين وبعد تلاوة صلاة المسبحة الوردية والتزود بجسد المسيح ودمه توجه الجميع إلى قاعة الرعية لمتابعة التنشئة الكتابية من خلال دراسة سفر الرؤية الذي قدمه الأستاذ رائد خوري حيث استعرض في محاضرته المعاني الرمزية لعدد من الأرقام الواردة في سفر الرؤية وفي ختام الدورة أجاب خوري على أسئلة الحضور واستفساراتهم